السلام عليكم ورحمة الله سباح النور كيف أحوالكم أيها الأحبة نرجو أن تكون بخير وعافية بفضل الله تعالى وأنا إذن الحمد لله بدعاكم الخالص يا أحباي نتعلم اليوم أسمع الشهور ونتعلم اليوم الجزء الثاني أن أسمع الأشهر الهجرية تعال نتعلم شيئا عن الشهر والسنة هل تعلم كم يوما يكون في الشهر هل تعلم كم يوما يكون في الشهر يكون في الشهر ثلاثون يوما يكون في الشهر ثلاثون يوما كيف يكون في الشهر ثلاثون يوما السبعات اشتركوا في القناة السبعات نشرية اس لكم فعلكم في القناة التجارة اشتركوا في القناة ف inten este مؤشر الخاص بالإضافة تتحدث عن موشوف أكثر عن مفر إضافة خلية أكثر من البحث في فضلك الأمر سيكون أكثر من دن أكثر من عبادت و هل يتحدث عن موشوف فقط ترجمة نانسيس الأولى فقط ترجمة نانسيس الأولى للها siguiente ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وعدد الأيام من السنة وعدد الأسبوع وهاكذا وجدنا الجمل الجديدة ومع استخدام الشهور والسنة والسبوع يجب علينا أن نحفظ هذه الجمل العربية ونستخدمها في الجمل الكثيرة ونرجو الله أن تستفيد بهذه الجمل وانا أيضا أستفيد إن شاء الله شكرا جزيلا 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 أكتفى اليوم بهذه الجملة المكسورة والسلام عليكم ورحمة الله